نعم لربما يكون أهم الخطابات التي يتم انتظارها اليوم هو الخطاب الخامس وهو للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ينتظر الكثيرون منذ خطابه العام الماضي الذي أعطى فيه مهلة للإسرائيليين لمدة عام لإنهاء الاحتلال وإلا فإن السلطة الفلسطينية سوف تنهي اعترافها بدولة إسرائيل وسيكون لها إجراءات أخرى فهناك الكثير من الترقب هنا في الأمم المتحدة لما سيقوله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويأتي خطاب عباس عشية صعفا غداة خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيد يوم أمس الذي أعلن فيه للمرة الأولى منذ زمن طويل يتحدث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حل الدولتين بشكل صريح وواضح على منصة دولية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد يكون هذا هو ربما محاولة من الجانب الإسرائيلي لتهدئة الداخل الفلسطيني بهذه الدعوة ولكن هناك الكثير من الترقب والكثير من الانتظار والحماسة لمعرفة ما هي التصريحات والبيانات التي سوف يعلن عنها الرئيس الفلسطيني كما سيكون هناك أيضا خلال جلسات اليوم سيكون هناك خطاب لرئيس الوزراء الباكستاني وسوف يتحدث فيها عن أهمية التعاون الدولي في مجالات مختلفة من ضمنها مجال مكافحة التصحر والتغير المناخي والانبعاثات الحرية وبشكل خاص بعد الفيضانات الأخيرة التي تعرضت لها باكستان وأكيد سيتحدث أيضا عن أزمة كاشمير وعن العلاقات مع الهند وعن العلاقات الدولية في منطقة جنوب آسيا ووسط آسيا أيضا والعلاقات مع أفغانستان هذان الخطبان هما من أهم الخطبات التي سوف يتم إلقاؤها اليوم ونحن بانتظار المزيد من المعلومات بعد ألقاء هذه الخطبات لمعرفة ماذا تم الإفصاح عنها خلال هذه الخطبات التي سوف تلقى اليوم في الجامعية العامة للأم المتحدة إذن بانتظار تفاصيل أكثر حول هذه الاجتماعات خلال اليوم سهيل شكرا جزيلا لك مراصلنا كنت معنا من داخل المركز الإعلامي للأمام المتحدة شكرا لك